صديقي فتحوها في أي وقت تريد كما تلاحظ على هذا الشكل وأيضا يمكنك تحميلها من خلال السهم تريد قراءة رسائل الواتساب المهدوفة ومشاهدة الصور والفيديوهات الملسلة لمشاهدة لمرة واحدة قيود واتساب أصبحت من الماضي وحتى انستغرام الذي صار ممل وفيسبوك الذي أصبح هجمه أكثر من حجم الفيل كل هذا سنستبدل بها تطبيقات الثلاثة والتي تعطي مميزات رهيبة لن تحلم بها في التطبيقات الرسمية نبدأ بتطبيق الانستغرام النسخة التي أمامكم اسمها انستابرو بمميزات خرافية جدا أبرزها أصدقائي مشاهدة حالة أصدقائك متخفيا وكذلك يمكنك النقل على الخيار يمكنك صديقي تحميلها بالنقل على الخيار الأول مع مجموعة من الخيارات الأخرى كمشاركتها على الواتساب الخاص بك كحالة هذه الميزة غير موجودة في النسخة الرسمية كذلك يمكنك قراءة الرسائل متخفيا أو يمكنك تحميل من المحادثة أي شيء تريد سواء كانت صورة مرتلة لمرة واحدة يمكنك مشاهدتها في أي وقت وكذلك يمكنك تحميلها في أي وقت إضافة إلى ذلك يمكنك تحميل المنشورات بالنقل على هذا الخيار سوف تجد مجموعة من الخيارات كترجمة المنشور إذا لم تكن ترجمة تحميل المنشور أو الفيديو كذلك يمكنك تحميل حتى الصورة الخلفية يعني صورة الصورة المصغرة لذلك الفيديو بالنقل على هذا الخيار هنا مع مجموعة من الانتيازات الأخرى كمشاركة المنشور في حالة على الواتساب الخاص بك بالنقر على شيرت واتساب ستوري. كذلك يتوفر على ميزات اخرى بالتوجه للاعدادات انسترا برو ميساج. ثم سوف نجد هنا في الاسفل في خيار البريفاسي او الخصوصية. كما تلاحظ كل الادوات والمميزات هنا. كمشاهدة حالة اصدقائك متخفيا الرسائل متخفيا والرسائل المحدوفة يمكنك قراءتها. مشاهدة اللايفات وكذلك البوتوطة المباشرة على انستغرام بدون ما يعلام الطرف الاخر انك تشاهد البت المباشر. كذلك مع مجموعة من الخيارات الاخرى كالتقاط لقطة الشاشة في الاماكن في الواتساب التي لا تسمح مع مجموعة من الامتيازات الاخرى. الان ننتقل الواتساب. الواتساب التي امامك اصدقائي نسخة تبقى الاصل نسخة الايفون. ولكن بمميزات رائبة جدا. اولها مشاهدة حالة اصدقائك متخفيا وكذلك يمكنك تنزيلها صديقي بالنقل على ثلاث نقاط. سوف تجد خيار تحميل كما تلاحظ. مع مجموعة من الديازات الاخرى كمشاهدة اه الصور المرسلة لمرة واحدة فعلى سبيل المثال سوف اقوم بارسال رسالة ومشاهدتها مرة واحدة فعلى سبيل المثال سوف نقوم بارسال مسجد. كما تلاحظون الرسالة وصل او الصورة وصلت. اذا فتحناها من الواتساب لعادي اصدقائي كما نلاحظ فان الصورة سوف تختفي ولا يمكنك مشاهدتها مرة اخرى. ولكن هنا يمكنك صديقي فتحها اي وقت تريد كما تلاحظ على هذا الشكل. وايضا يمكنك تحميلها من خلال السهم هنا. ايضا نفس الشيء على الفيديوهات. كذلك الرسائل المرسلة ايديك وتم حدفها سوف تبقى هنا فعلى سبيل المثال سوف اقوم بارسال رسالة مرحبا مثلا وسوف اقوم بحدفها كما سوف نلاحظ تم ارسال الرسالة وصلتني والان سوف اقوم اصدقائي بحدفها لدى الجميع. اذا توجهنا الى المحادثة في الواتساب العادي الرسالة تم حدفها ولكن هنا كما تلاحظون لا زالت موجودة هنا وسوف يعطيك اشعار بان هذه الرسالة تم حدفها كما تلاحظ. ايضا مميزات رهيبة جدا داخل هذه النسخة بالتوجه الى ثلاث نقاط هنا سوف نجد مجموعة من الخيارات ابرزها وضع الطيران عندما تقوم بتفعيله لن تصلك اي رسالة لانك فصلت الانترنت عن الواتساب وحده لن تستقبل الرسائل ولن يمكنك ارسال الرسائل حتى تقوم بالغاء وضع الطيران. اذا فصل الى ذلك هناك علامة الزائد من خلال هذا الخيار التاني فون نامبر يمكنك مرسلة اي شخص عزيزي بدون ان تقوم بحفظ الرقم الخاص به في هاتفك. مميزات رهيبة جدا اصدقائك تغيير التام بالنقر على هذا الخيار مع مجموعة من الادوات الاخرى داخل هذه النسخة الرائعة. اما طريقة التشغيل سوف تفتح الواتساب عند تحميله تقوم بالنقر على ربط الجهاز. بعد ذلك تقوم بالنقر على خيار هذا الخيار التاني. ثم بعد ذلك سوف يعطيك الباركود. انت سوف تقوم باخذ لقطة شاشة للباركود على هذا الشكل. ثم تقوم بارساله لهاتفك التاني او لواحد من افراد العائلة في المنزل. على سبيل المثال سوف نقوم باختراض الشخص. ثم نقوم بارسال هذه اللقطة الشاشة. ثم بعد ذلك نقوم بالرجوع الى التطبيق. ثم نقوم اصدقاء العزاء بآآ فتح الهاتف او الواتساب الخاص بنا. بنقر على ثلاث نقاط. ثم نقوم بنقر على لينك دوفايس او ربط الاجهيزة. ثم نقوم اصدقائي باخذ تلقاء لقطة الشاشة من الهاتف آآ الثاني. ثم نقوم اصدقائي بالنقر على لينك دوفايس على هذا الشكل. ثم نقوم اصدقائي باضافة الكود. ثم نقوم بتوجيه الكاميرا لتلك لقطة الشاشة على هذا الشكل. ثم ننتظر ريتما يربط الواتساب الرسمي بالواتساب الآخر. كما تلاحظون الان تم الربط بنجاح. سوف نتأكد من ذلك نتوجه الى الواتساب. كما تلاحظون الان يتم فتح الواتساب في النسخة الثانية. نقوم بيعطائي الصلاحيات على هذا الشكل. نقوم بتفعيل هذا الخيار ثم نضغط على تأكيد. نعطيها الصلاحية على هذا الشكل. نرجع الى الوراء. ثم ننتظر ريتما يعطينا خيار التالي. او الالغاء. وكما تلاحظون هاته هي النسخة التي امامكم على شكل واتساب الايفون به كل الاعدادات والمميزات الخرافية. التطبيق الثالثة الذي مع نفاته السلسلة هو فيسبوك. بديل الفيسبوك الرسمي الذي به واحد جيجا فاصلة خمسة حجم كبير جدا. سوف نقوم باستبداله بهذا التطبيق الذي لا يتجاوز حجمه خمسون ميجا بايت كما تلاحظ. هاته النسخة اصدقائي بها كل مميزات التطبيق على الفيسبوك الرسمي. ولكن المميزات اضافية هنا اذا توجهنا الى الاعدادات سوف نجد مميزات رعيبة جدا. كما تلاحظون كتحميل الصور وفيديوهات والريزات. كذلك هذا الخيار الرائع جدا مع مجموعة من الخيارات الاخرى هنا. اضافة الى ذلك يمكنك صديقي قراءة رسائل الميسانجر من هنا بدون ما تقوم بتحميل الميسانجر. يعني فيسبوك به ميسانجر مدمج. والميزة الاهم اصدقائي انك يمكنك قراءة رسائل الميسانجر بدون ما يعلم الطرف الاخر بانك قرأت الرسالة. ايضا يمكنك قراءة الرسائل المرسلة وتم حدفها وفسوف يحتفظ بها التطبيق ويمكنك قراءتها. اضافة الى ذلك يمكنك تحميل حالات اصدقائك بالنقر على هذا الخيار. ايضا يمكنك مشاهدة حالات اصدقائك متخفيا بنما يعلم الطرف الاخر بانك شاهدت الحالة. ميزة رائعة جدا في داخل هذا التطبيق. وكما تلاحظون طبق الاصل لتطبيق فيسبوك الرسمي. ولكن حجم بسيط صغير جدا جدا ومميزات اكتر من رائعة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر